إذا نستقبل دكتور محمد بن حمو الخبير في شؤون الأمنية دكتور أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا الجوارة تحدثوا من قبل عن تصاعد أعمال الإسلاموفوبيا هل هذا صحيح؟ هل لمستهمه؟ هل هناك فعلا سلوكات تشير إلى ذلك؟ للأسف نعم هناك العديد من الاعتداءات التي سجلت في حق الجاليات المسلمة في مجموع أوروبا سواء اعتداءات جسدية أو اعتداءات على أماكن العبادة أو اعتداءات لفظية أو اعتداءات بمختلف نفسية ومختلف أنواعها لقد لوحد خلال الفترة الأخيرة تنامي لهذه الإسلاموفوبيا في مجموع الدول الأوروبية ومما دفع بالعديد من الحكومات إلى محاولة تهدئة وخاصة محاولة الفصل بين المسلمين المقيمين بأوروبا والذين أصبح عدد كبير منهم اليوم مواطنين أوروبيين والإسلام أكيد أن الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها العديد من المناطق خاصة خلال سنة فرنسا بباريس أو بريكسل ساعدت على تنامي عداء كان قائما وإن كانت هناك في فترة سابقة نشاط كبير للأحزاب اليمينية المتطرفة التي سعت إلى خلق ذلك الخلط بين الإسلام والمسلمين والإرهاب هناك مآخذ على السلطات في الاتحاد الأوروبي بأنها لا تتخذ إجراءات ملموسة لردع هؤلاء الذين يقومون بهذه السلوكات فعلا كان هناك العديد من التسهل في التعامل مع هذه الظاهرة خاصة أمام صدمة الأحداث الإرهابية فبالتالي كان هناك من لدن العديد من سلطات الأوروبية عدم الجزم وعدم كذلك الصرامة في اتخاذ مواقف ضد المعتدين على المسلمين اسمح لي دكتور هناك طبعا العداء من الإسلام والخوف كذلك من الإسلام ما الذي يمنع اليوم من قيام ربما حركة تدعو إلى سن قوانين تجرم الاعتداء على المسلمين هناك حاليا العديد من الأصوات التي تطالب فقط بتطبيق القوانين التي هي قوانين موجودة والتي لا تسمح بمثل هذه الاعتداءات هناك قانون لمعادات السامية لماذا لا نبحث عن قانون لمعادات الإسلام أعتقد بأن قوانين مخصصة بهذا الشكل قد تكون في هذه المرحلة غير محبدة ولكن فقط لو يتم احترام أولا عقيدة وعبادة المسلمين ثم كذلك احترام أماكن عبادتهم ثم احترام كذلك شعورهم الديني أكيد أنه لقد لاحظنا قبل يومين من الآن أن الوزير الأول الفرنسي السيد مانويل فالس صرح بشكل رسمي بأن عدد المنتمين أو من يمكن اعتبار خطابهم متطرف في فرنسا لا يتجاوز واحد في المئة فإذا أخذنا عدد هو كان يتحدث عن التمثيلية السياسية في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن قال هي واحد بالمئة ولكن الأخطر الأخطر أنها أكثر تأثيرا نعم أكثر تأثيرا هو الأخطر كذلك فعلا لأن الأكثر الأشد هو الأخطر تأثيرا ولكن هذا يعني كمؤشر لنأخذه فقط كمؤشر ليعكس حقيقة يعني تغلب لهذا التطرف ولكن هو كان يتحدث عن السلافية الجهادية في التواصل لم يكن يتحدث عن الإسلام أكيد لم يتحدث عن الإسلام ولكن أخذ هذا فقط كمؤشر لنقيص عليه يعني باقي مؤشرات الأخرى غير موجودة فإذا كان هذا كمؤشر يعني يتحدث في شق دقيق جدا هذا يعني يفيد بشكل عكسي بأن الخطاب الذي هو خطاب رائج يعني وكذلك السلوك الذي هو سلوك رائج لدى الأغلبية الساحقة من مسلمي أوروبا ومن مسلمي فرنسا في الحالة التي صرت هو ليس بالخطاب المتطرف وبالتالي هذا الموقف السلبي وهذا الموقف العدائي من الإسلام ومن المسلمين غير مبرر طيب أهل في نظريكم دكتور تساهم وسائل الإعلام في ربما تسعيد هذا الخطاب العنصري ضد المسلمين أكيد أن وسائل الإعلام وكما سبق الإشارة إليه سواء داخل بالأساس سواء داخل الوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل كذلك السمعية والبصرية ومختلف وسائل الإعلام التي هي في هذه المرحلة إن لم تتخذ موقفا صريحا وواضحا فهي ساهمت بشكل أو بآخر في أن تمرر العديد من الصور النمطية ومن الصور التي كان لها رد عكسي على صورة الإسلام فبالتالي الترويج إلى كل ما نشاهده من أنواع تطرف وكذلك العنف وربط ذلك بعدم تدقيق للعديد من المفاهيم والمصطلحات وخلط بين المسلمين وبين الإسلام وبين الإرهاب إلى غير ذلك من العمل الذي لم يتم بشكل بداغوجي وبشكل صحيح يجعل فرقا بين الإسلام والمسلمين وبين الإرهاب الذي هو جريمة يعني لا دين لها والإرهابي لا دين له ولا وطن له ولا جنسية له طيب ماذا عن الأحزاب السياسية التي تتبنى هذا الخطاب الأقصائي وما تأثير ذلك على الحياة المعيشة اليوم هل للأسف أن العديد من الأحزاب السياسية والأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب كذلك الشوفينية في الفضاء الأوروبي لها خطاب عدائي وجعلت من المسلمين والإسلام في هذه المرحلة هدفا لنشاطها وبالتالي ركبت على هذه الموجة التي عرفتها أوروبا من خلال ما أصاب بعض عواصمها من أحداث إرهابية لأولا تؤكد عدائها للأجانب وعدائها للمسلمين بالضبط ثم لتؤثر على حكومتها وسلطاتها أولا خاصة أننا لاحظنا أن هذا العداء جاء في وقت مواكب كذلك لموجة كبيرة من الهجرة واللجوء بالأساس من سوريا وأفغانستان وباكستان ومن العديد من دول منطقة فبالتالي كانت هذه المواقف العدائية وكان لإستغلال هذا الجانب دور كبير في الدفع والضغط على الحكومات لكي لا تستقبل المزيد من المسلمين والمزيد من اللاجئين طيب ماذا عن دور الجمعيات المدنية الأفراد من مسلمين كيف يمكن لهم أن يتحركوا ربما في إطار منظم لحمايتهم وحماية ممتلكتهم هناك فعلا أصوات ترتفع سواء داخل الجمعيات أو داخل فضاءات دينية سواء داخل مجموع ما يمكن أن يكون كنشاط داخل المجتمع المدني الذي تقوم به العديد من الهيئات ولكن للأسف شديد لا يبدو أن هذا الصوت يصل لأن زخم ما هو محيط بالإسلاموفوبيا وكذلك كل ما تم ربما ضبطه أو رسمه أو إشاعته خلال هذه الفترة الماضية جعل بأن الصوت الذي هو صوت العقل والصوت الذي هو صوته كذلك الذي يمكن من خلاله أن يسمح للتعايش جعله للأسف الشديد هافت فبالتالي الجاليات المسلمة في أوروبا تعاني وتدفع ضريبة يعني عملا أو دنبا لم تخترفه وهي بالتالي يعني الآن تعتبر أكبر ضحية لهذه الاعتداءات لذلك فالمسؤولية هي مسؤولية الدول الأوروبية والحكومات الأوروبية لتضمن حقوق هؤلاء المواطنين وكذلك تضمن حمايتهم طيب ما زلنا في تتبع لما يحدث في أوروبا من هذا التصاعد للأعمال الإسلاموفوبيا هل تعتقد أن هذا المجتمع المدني وهل هؤلاء الأفراد يتحركون بشكل منظم هل ربما يحتاجون إلى أن يجتمعوا ويتجمعوا في إطار قانوني لمواجهة هذا المدى العنصري أكيد أن هؤلاء المواطنين الأوروبيين حاليا الذوي الديانة الإسلامية عليهم يعني أن ينظموا أنفسهم بشكل أكبر هل قانون يسمح بذلك دكتور؟ أكيد أنه يعني أن يكون تنظيمهم داخل جمعيات مدنية وأن لا يكون يعني مخندق بشكل يجعلهم يعني بعيدين عن القوانين التي تسمحوا بممارسة حقهم في الدفاع عن عقيدتهم عن هويتهم في الدفاع كذلك عن حقوقهم نحن نراحل الآن بأن هناك إقصاء اقتصادي للعديد منهم وهناك إقصاء اجتماعي وهناك كذلك محاولات للزج بالعديد منهم بصورة نمطية لا تخدموا لا مصالحهم الآن ولا تخدموا كذلك مصالح الدول الأوروبية نحن نعلم بأن يعني الدكاء الآن والمسؤولية الآن تستوجب من السلطات الأوروبية أن تواجه الإرهاب بقوة وبسرامة ولكن في نفس الوقت يعني أن لا تدفع بالجليات المسلمة إلى أن تكون يعني بدون موجب حق مسؤولة عن ذنب لم تقترفه وبالتالي ما هو مطلوب الآن هو أن تفتح أوروبا أكثر أحضانها لهؤلاء وكذلك يعني أن لا تدفع بهم إلى استخدامهم من طرف هذه الجماعات المتطرفة طيب مثل عن إعادة المجال الديني داخل الاتحاد الأوروبي هناك حاليا نحن نعلم بأن المجال الديني كان يعني ولازال يعتبر مجالا يعني بخصوصيته والدولة تبتعد عنه لأنه يعني يدخل في إطار الحريات الشخصية والفرضية وبالتالي الآن هناك محاولات خاصة فيما ارتبطوا بالإسلام بأن يكون هناك يعني تعامل معه أولا نحن لاحظنا بأن يعني تعامل بأن أوروبا رفضت إلى وقت قريب يعني متواجد الدين الإسلامي كدين أساسي بها نحن نعلم بأن فرنسا تاني ديانة في بفرنسا اليوم هي الديانة الإسلامية والديانة الإسلامية اليوم حاضرة في مختلف الدول الأوروبية وبدرجة قد تكون التانية أو التالتة فبالتالي هذا الحضور كان يستوجب أولا أن تتم هذه العبادات في أماكن لائقة بالعبادات وقد لاحظنا بأنه للأسف شديد أوروبا أضارت ظهرها خلال الفترة السابقة إلى يعني ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية فكانت بطريقة عشوائية ولكن يلاحظ الآن بأنها أصبحت يعني تعي بضرورة التعامل مع هذه العقيدة ومع هذه الديانة بالشكل الذي يسمح بممارستها في ظروف حسنة وبالتالي بالشكل الذي يضمن حقوق هؤلاء دون إقصائهم لأن كل إقصاء يستفيد منه الجماعات المتطرفة الدكتور محمد بن حمو شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات